السلام عليكم متابعي قناة كرة حصرية مرحبا بكم في فيديو جديد تدور نهاية الأسبوع الجاري مباريات إياب الدوري 32 من المسابقات الإفريقية وفيما يلي برنامج النقل التلفزي لمباريات الفرق التونسية كأس الكاف السبت 15 أكتوبر 2020 الرابعة بعد الزوال النادي سفيقسي وفاسي الكيتاما الوطنية الثانية الذهاب 0 مقابل 0 الأحد 16 أكتوبر 2020 على الساعة الرابعة بعد الزوال النادي الإفريقي وكابينغا الوطنية الأولى الذهاب 0 مقابل 0 نأتي الآن إلى دوري أبطال إفريقيا السبت 15 أكتوبر 2020 السادسة بعد الزوال الأهل المصر والاتحاد المونستيري على أون تايم سبور المصرية الذهاب 1-0 للأهل الخامسة بعد الزوال الترجل الرياضي التونسي وبلاتو يونيتد النيجيري الوطنية الأولى الذهاب 2 مقابل 1 لبلاتو يونيتد وعلى إثر هذه الخسارة في الذهاب فقد أكد مدرب الترجل الرياضي التونسي نبيل معلول في تصريح تلفزي أمس الـ 12 أكتوبر 2020 تحمله المسئولية كاملة في الاختيارات الفنية وأضاف نبيل معلول في تصريح لبرنامج 9 سبور أن اختياراتها الفنية تخدم مصلحة الترجل الرياضي ومصلحة نيدي باب سويقة يعلو ولا يعلى عليها وعبر معلول عن حسرته إثر الهزيمة التي انقادلها الترجل الرياضي أمام مضيفها بلاتو يونيتد النيجيري يوم الأحد الفرد نشكركم على تفعلكم معانا على القناة وراني قاعد نقرأ في التعليقات الكل ونحاول قدر المستطاع أن يجاوب عليها لذا ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس بشتوصلك الأخبار الحصرية